يا سبعا الخير على كل مشاهدي شبكة NTN نايل لايف نهارك سعيد يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا وان شاء الله كون جمعة هدية على مصر كلها خصوصا النهاردة جمعة دي ذكرى يوم الشهيد ذكرى يوم الشهيد هو ذكرى استشهاد القاعد العسكري عبد المنعم الرياض النهاردة اختاروا الجيش المصري ان يحتفل بيه بيوم الشهيد كل سنة هدراتكو طيبين ولازم كلنا طبعا نتذكر شهدائنا خصوصا دول ناس ضحوا بحياتهم ضحوا بأسرتهم ضحوا بحاجات كتيرة جدا 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 عشان بلدهم الزهرة اللي احنا لابسينها دي هي ظهرة المحاربين القدماء والضحايا الحرب النهاردة المفروض ان مصر كلها تلبس الزهرة دي عشان نفتكر شهدائنا صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم صباح عليك لأول كده ما انا لسه هولو لسه بقوله هولو حيلا لسه بقول صباح الخير صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم على كل مشاهدين الجمعة 9 مارس 2012 وزي ما ماي قالت نهاردة يوم الشهيد تحية لروح كل شهيد فدى بلده فدى مصر ويمكن ذكرى استشهاد الفريق عبدالبنعم رياض لما له من اهمية في حرب اكتوبر تعتبر فعلا من اهم ايام تاريخنا في مصر تاريخ مصر العظيم ويمكن النهاردة هيكون معنا فقرة مع ماي بالتحديد عن الموضوع ده بالذات لكن طبعا هنبتدي كالعادة فقراتنا بالصحافة هيكون معنا أستاذ طري صلاح الصحف في جريدة المصر اليوم هنتكلم عن ما حدث بقى في اسبوع بحاله وعشان نبتدي نجهز لسبوع جديد وحداث جديدة بعد صورتنا المجيدة في فقرة كمان خاصة عن يوم الجمعة واهمية يوم الجمعة وفضاء اليوم الجمعة هيكون معنا فيها دكتور السيد نجمو استاذ تفسير وعلوم القرآن وفيه كمان جزء فيها هيكون مخصص لاستخدام إدعاية الانتخابية في المساجد وفي الخطاب الزيني ده اللي دايما منكلم فيه قبل كل الانتخابات لكن لأهمية الانتخابات الجاية فبنفكر الناس إن فيه يا صحة يا مش صحة مش عايز أقول في الآخر إيه اللي هو ممكن يقوله النهاردة لكن استخدام الخطاب الزيني في المساجد ممكن يكون لتأثير سلب أو إيجابي حنعرف يا رب تكون دمعة هادية على الجميع والمناسبة الجو النهاردة بره حلو قوي يعني اللي عايز يخرج أعتقد الجو هيبقى لطيف النهاردة لكن فيه موضوع مهم كمان هنتكلم عنه النهاردة وهو مشروع الجسر البري ما بين مصر للسعودية المشروع ده معطل من 1988 بعد طورة 25 يناير فيه اتجاه دلوقتي لإحيائه وأعتقد ده هيوفر الكثير من المشاق على جميع المصريين اللي بيتحركوا رايحين جايين من السعودية للحجة أو للعمر هنتكلم بالتفصيل في الموضوع مع دكتور حزين أحمد حزين أستاذ الطرق والمرور بجامعة البيان نتكلم معه في تفاصيل إعادة أحياء المشروع فكرة كمان عن فيلم طريقها للمخرجة سالي أبو باشا ده فيز بجائزة أحسن فيلم وصائقي قصير بالمهرجان الثامن لأفلام الماء التانية وده أقيم بطهران وده أعتقد مش أول مرة مصر تشارك في مهرجان طهران ألف مبروك لها لكن خلونا نبكدي فقراتنا في الصحافة بعد الفاصل على طول تابعونا يا رب دايما نهارك وسعيد